بماذا سنعلق؟ أولا أكدت الصحيفة أن القائمة متفق عليها بين الطرفين معناها أن السلطات الجزائرية اتفقت مع السلطات الفرنسية على أن تكون هذه القائمة هذه إما أن الجزائر تجهل ولا أعتقد ذلك تبره استطاع أن يحسب عدد الشهداء قال 5.630.000 يعني يحسب عدد شهداء منذ سنة 1832 هو قال هكذا وبعد ذلك في مداخلة أخرى صلحها لما كان في الهملة الانتخابية قال من عام 1932 في تصريحات الإذاعة يعني يحسب عدد شهداء بهذه الدقة يعني ما يعرفش أن هذه القائمة فيها ناس ما همش من المقاومين كانوا مسجونين كالوصوص وآخرين كانوا في الجيش الفرنسي يعني مقاتلين في الجيش الفرنسي يعني بالمصطرح المتعارف عليه كانوا عملاء حركة لدى فرنسا إذن النظام الجزائي إما يعلم أنهم حركة أو لا يعلم إذا كان لا يعلم فتلك مصيبة وأنا لا أعتقد بأنه لا يعلم لأنه الصحيفة تؤكد بأن الأسماء تم الاتفاق عليه إذن النظام يعلم بأن هذه الرفات ليست لكل الشهداء ليست كلهم وآخرين إلى الوصوص كانوا مسجونين ومقاتلين كانوا مع فرنسا إذن ما هو السبب الذي يخلي نظام يقبل بهذا الشيء؟ إما أنه يبحث فقط أي شيء المهم بشيدير هذا العرس هذا العرس على أساس أنه يتبون يستقبل الشهداء وأنه ثوري ونوفمبري وباديسي وما إلى ذلك من هذا الخروط بمعنى الكلمة كما يقول الجزائريون لأنه الواقع غير ذلك الواقع غير ما هو في الواقع وما يظهرونه في وسائل الإعلام أنهم حابين يديروا هذا العرس فقط باش يحاول يكسبوا المشروعية والشرعية عبر الشهداء هذا هو أو أنه هناك في النظام لهذن من عائلتهم يعني هذن من المقاتلين ممكن عندهم أحفادهم وراهم قيادين وماذا من غير المستبعد خالد نزار كان ابن واحد كان قايد عنده فرنسا حركي عنده فرنسا هو كان وزير الدفاع يعني ممكن روكين كثير مثله راح يجيبوا أجدادهم هذا من المحتمل لكن على العموم شوف فرنسا عندما طلبت تايمز أنها تتكلم تسأل الرئاسة الفرنسية أحلوها على وزارة الخارجية الجزائر رفضت أي تعليق شوف الفرق بابين الدولتين وأكاد أجزم لكم بأن الأسماء راه تم التوافق عليها وأن فرنسا قدمت كل المعطيات للجانب الجزائر ولا أعتقد بأن واحد مؤرخ مثل ستورا لهو مؤرخ كبير في فرنسا هو اللي تبله هذا الملف ما عندوش معطيات على هذه الأسماء لا أبدا وهذه نستبعدهها نهائيا الجانب الجزائر هم حقين واحد على أساس أنه هو مؤرخ هو عمره ما ألف كتاب في حياته حتى في التاريخ شوف الفرق ما بين الحالتين إذن المشكلة في الجانب الجزائر السؤال لماذا أخفى النظام الجزائري على الجزائريين أنه استرجع من ربع وعشرين فيهم ستة فقط من الشهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد وسوق على أساس أنهم شهداء وهم بينهم يعني ربع وعشرين فيهم ستة شهداء وثم انطعش واحد بين الوصوص وحركة كانوا مقاتلين في الجيش الفرنسي لأن هذا النظام الكذاب المخادع يستعمل الثورة فقط من أجل الثروة يستعمل في التاريخ من أجل أنه يهيمن على الجغرافيا يستعمل الماضي من أجل أن ينهب الحاضر يستعمل قداسة الشهداء من أجل تدنيس الدولة الجزائرية بالمفسدين واللصوص يستعمل قيمة المجاهدين وقيمة أول نوفمبر من أجل أن يعطي قيمة لأبناء الحركة والعملاء من الذين سيطروا وتسللوا إلى صناعة القرار وصاروا هم الذين يهيمنون على الدولة الجزائرية هذه هي الحقيقة شوف نظام كذاب وإن شاء الله تعالى أنه يجي ويفضح ها هو في يوم 17 أكتوبر اليوم اللي دارت فيه فرنسا بيان تتحدث فيه على الثورة الجزائرية واعتبرتها أن تلك الجرائم التي ارتكبتها فرنسا وتتحملها الدولة الفرنسية ولا يتحملها ضباط أو أنها فعل معزول شوف كيف شرد لكم ماكرون عندما أعتبر ما حدث في الجزائر هي أفعال معزولة وليس فعل دولة هذا هو كيف ستتعامل مع فرنسا مع نظام تعرفوا نظام كذاب يطلب في شهداء أعطاهم الوصوص ومقاتلين مع فرنسا استقبلهم وكذب على شعبه لو أنهم قالوا رنستر جعنا رفات جزائريين بينهم كانوا في السجون الفرنسية وبينهم آخرين حتى يقال يؤدوا الخدمة العسكرية مثلا مع فرنسا أنذاك وبينهم يقولوا الحقيقة فيهم ستة رفات شهداء والأخرين مش شهداء ذكارهم ناس كين لمتوا في السجون وكانوا لمتوا في أماكن أخرى ممكن لكن أنه يطعت تبون الرأس ويذرف دموع التمسيح عليهم مثل ما ذرف دموع على جثمان القايد صالح اللي وصلوا للسلطة وغدروا به صفاوه واختالوه وبعد ذلك راه يشارك في عرس تصفية مسار القايد صالح وجماعة القايد صالح هو تبون اللي يصفق بعد ذلك شنقرح كان حاب يعيش في ظل القايد صالح راح القايد صالح راه عايش في ظل شنقرح وراه يتمنى أنه فرنسا تحر ماكرو هو الذي أنقذ تبون من العزل من طرف شنقرح لما كان في ألمانيا والآن راه يستعين بماكرو من أجل أن يحرره من قبضة شنقرح ومن ما اشتركوا في القناة